قامت عشيرة الجوال التابعة لمجموعة كشافة ومرشدات اللاتين الحصن بزيارة مخيم أبو علي للاجئين السوريين في محافظة المفرق بدأت الزيارة بترحيب سكان المخيم بالمجموعة حيث دار حوار بين أفراد الجوال وأبناء المخيم حول معيشتهم والتحديات التي تواجههم بعدها قام الجوالة بعمل فقرة ألعاب للأطفال وتوزيع ملابس شتوية وهدايا على أبناء المخيم وأعرب السيد أبو علي مسؤول المخيم عن شكره وامتنانه للمجموعة ونشاطاتها وما تقدمه لخدمة الوطن والمجتمع المحلي والجدير بالذكر أن مخيم أبو علي هو مخيم عشوائي للاجئين السوريين في محافظة المفرق بناه سكان المخيم بالتعاون مع الأردنيين من أهالي المنطقة